قرعت منظمة الفاو الأممية ناقوس الخطر من مخاطر مجاعة وشكة ستضرب اليمن نتيجة انخفاض واردات القمح بنسبة تصل إلى النصف وارتفاع أسعار الشحن بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن المنظمة الأممية كشفت عن انخفاض واردات القمح إلى اليمن خلال يناير الماضي بنسبة 43% في موانئ البحر الأحمر و37% إلى ميناء عدن والمكلة منظمة التجارة العالمية بدورها كشفت ان شحنات القمح عبر البحر الأحمر انخفضت حوالي نصف مليون طن اي بنسبة 40% على أساس سنوية وكان صندوق النقد الدولي اشار الى ان الهجمات في البحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن التجارية بنسبة 30% هذا العام وتسبب التصعيد في البحر الأحمر إلى رفع تكلفة الشحن بنسبة 170% ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية باعتبار أن اليمن يستورد 90% من احتياجاته من الخارج الفاو حدرت من زيادة حالة عدم الأمن الغذائي الهش أساسا وارتفاع معادلة الجوع في اليمن بسبب ارتفاع تكلف الشحن وتراجع الواردات من السلع الغذائية والوقود النشرة المعنية برسل حركة السوق والتجارة في اليمن أشارت إلى أنه على الرغم من توفر المواد الغذائية والوقود المستوردة في الأسواق المحلية وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا إلا أن أسعار المواد الغذائية المحلية لا تزال أعلى من متوسط ثلاث سنوات الأمر الذي لا يزال يؤثر على القوات الشرائية المستالكين ويحد من إمكانية حصول الأسر الفقيرة على الغذاء يأتي هذا في وقت عجزة الحكومة الشرعية عن توفير وديعة مالية بـ 50 مليون دولار لخفض تكاليف التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة الخاضعة لسيطرتها والتي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع الطبيعي وكان وزير النقل في الحكومة الشرعية كشف عن ارتفاع تكاليف النقل البحري إلى ميناء عدن من 100 إلى 150% نتيجة التوترات في البحر الأحمر